في الأثناء دي بقى تلاقي إيه؟ يعني كأنها نقصة يطلع لك الفيدرالي الأمريكي بنك المركزي الأمريكي ويعلي لك سعر الفايدة ربع نقطة ده المرة العشر على التوالي وبيعلن أنه هو هيزود الفايدة لشهر سبتمبر القادر عايز أقول لك زيادة الفايدة من البنك الفيدرالي الأمريكي بيخزوة كل البنوك المركزية في العالم بلا استثناء خالجية أوروبية دول نشأة زي مصر إحنا هنتأثر؟ أه هنتأثر ليه باختصار؟ عشان تبقى فاهم بنك المركزي الأمريكي الفيدرالي ده ده بنك البنوك في العالم اللي بيقوله ده بيهز صناعات وبيهز برصات والكلام فلما يزود ربع نقطة ويخلي الفايدة دلوقتي توصل لخمسة وربع من خمسة لخمسة وربع ده بيزود سعر الإقراض عليه يعني إيه؟ يعني مصر راحت تستلف دلوقتي البيزي الأساس بتاع الفايدة في أمريكا اللي هي دولة قوية ومستقرة وهي اللي منتجة الدولار هتستلف بخمسة وربع في المية طب أنت كمصر هتطر تعلي الفايدة طب لما كانت الفايدة في أمريكا ربع في المية أو نص فأنت بتقترب باثنين في المية باثنين ونص شايف؟ لكن النهاردة مصر بتطرح سندات بـ 11% 11.5% ولا ألوم الحكومة هنا في الفايدة أنت تراها عالية بس اللي بيجي يسلفك يقولك إذا كان الفدرالي لأمريكا هتديني 5.5% أنت هتديني كام؟ أنت بتخيل بقى فرفع الفايدة إحنا في هذا الفيلم الصعب كاقتصاد مصري وهو اقتصاد أسوأ نشأة في أزمة لحد سبتمبر القادم لحد أبانا الذي فيه بتاع الفدرالي الأمريكي يقعد ويقول إيه لا خلاص أنا اكتفيت هبدأ أرجع الفايدة هو كل دا بيعمله بهدف إيه؟ تخفيض التضخم عنده وكل العالم يذهب إلى الجحيم أنت الآن في مرحلة كل دولة وكل بنك يقول لك يلا نفس اللي هو البنك المركزي